التاريخ اللي أنا بتكلم عليه ده تاريخ مليء بالحب بالثقة وأنا ممكن أحبك بس أنا مش واثقة فيك لأ أنا بحبك واثقة فيك والثقة دي متبادلة ما بين النائب محمد أبو العنين وأهله في محافظة الجيزة ليه ثقة متبادلة؟ لأنه هم عارفين أنه هو لما بيقولهم أنا حعمل كذا أو هم بيلجأوا له الكذا أو بيعمل فعلا خليني أن أنا أقول بعيدا عن أنه رجل صناعة واقتصاد عايز أنتقل أيضا أنه هذا الرجل عنده علاقات دولية كبيرة وعمره من خلال هذه العلاقات الدولية الكبيرة وحنشوفها مع حضراتكم عمره ما نسي في لحظة أنه واحد من أبناء محافظة الجيزة على قد علاقاته على قد كلامه مع ناس كبير ووزراء ورئيسة بيلاقيه رغم ده لازم يكله وقت واستأهله واستنسه بتكلم معاهم اسمع لهم بكتهت دايما أنه يحل مشاكلهم بيلاقيه دايما يعني واقف في أحزانهم قبل أفرحهم لأنه هو عارف أن هم محتاجين إيه ومن غير ما يطلبه بيكون دايما هو سباق بالخير وده يمكن سر من أسرار تمثيل النائب محمد أبو العليم لأهالي الجيزة في البرلمان في خمس دورات برلمانية يعني اللي أنا بقوله ده ده خمس دورات برلمانية ده رقم والسهل يعني بتكلم على تاريخ طويل المحبة علاقات إنسانية رائعة بتبقى موجودة بين النائب محمد أبو العنين وبين أهله وناسه في محافظة الجيزة برضو أنا مش هقول كلام مرسل في صور نشوفها على الشاشة الصور دي فيها رد على تساؤل ليه النائب محمد أبو العنين هو شخص محبوب ومعشوق في محافظة الجيزة تعالوا لشوف الصور اللي هي معبرة زي ما انتوا شايفين هو ممكن يكون راجع من اجتماع مهم جدا لكن نزل عنده لقى عنده ساعتين قادر إن هو يرايح فيهم قالك لأ أنا حنزل مع أهل دايرتي هم أولى بالساعتين دول قبل ما روح اجتماع تاني أو شغل تاني وهو رجل لديه العديد والعديد من المشاغل لكن دوره داخل محافظته مع أبناء محافظته بيجملهم في أفرح في أحزان بيقعد معاهم بيسمعهم أمهم بيسمع مشاكلهم بيشوف هم عايزين إيه بيشوف أفكارهم إيه ودايما دايما النائب محمد أبو العنين يعني بيبقى بيتجه للناس البسيطة الناس اللي هي بيحب فعلا يسمع هي عايزة إيه ومشاكلها إيه أيضا يمكن الصورة دي أبلغ صورة إنها تقولك إنه هو أكبر داعم للشباب يعني الصورة زي ما أنتم شايفينها كلها شباب من إيه ما تمشي تلاقي الشباب بيبقى معاه وإحنا نبارح عرضنا قد إيه هو احتفى واحتفل بأوائل السنوية الأزهرية وأوائل السنوية العامة وكرمهم وأيضا بيدربهم وبيحاول يجد لهم فرص عمل لأنه هو عارف أهمية الشباب بالنسبة للوطن مش بس الجيزة لأنه هو الوطن همه الأول والأخير وليس فقط أبناء دايرته في الجيزة يمكن الدايرة الصغيرة اللي حواليه هي دايرته الجيزة والدقي والعجوزة لكن الدايرة الأهم بالنسبة له هي مصر وده بقى هيخليني أنتقل على موقف من المواقف التاريخية للنائب محمد أبو العنين طبعا قبل ما أكلمكم على الموقف التاريخي عايز أقول أنه الصور اللي أنتوا شايفينها دي ممكن كلها تكون في فترة الشارع ما كانش آمن أوي وأن الناس ما كانش بتحب تنزل أوي وهو كتير ما كانوش بيحب ينزله بس هو ما كانش بيفرق مع أوي الحكاية دي لأنه هو كان بيحب يبقى وسط الناس نقول التجمعات يقولك إيه المشكلة أنا عارف إن الناس بتحبني عارف إن الناس أنا مش قلقان منهم دول أهلي دول ناسي دول حبيبي أمرهم ما هيقزوني هيقزوني ليه فهو في حد يقزي حد من أهله لا أنا عارف أهل الجيزة كويس عارفهم كويس فيعني طيب اتفضلوا يعني اتفضلوا شوفوا الصورة دي يعني على فكرة الصورة دي تلقائية جدا أتفضلوا شوفوا صورة دي تلقائية جدا أتفضلوا شوفوا صورة دي تلقائية جدا